طيب ده قصة بالنسبة للحكومة الصورة التانية بقى بالنسبة لنا احنا انا عارف انه الصورة اللي انا حوار Lego دلوقتي او الفيديو اللي انا حواري Lego دلوقتي وقت اللي اه حظر يعني قبل الحظر وقت التجول العادي فبالقانون ما عليكش حاجة بالقانون انت كمواطن ما عليكش حاجة لكن بالخطر عليك كل حاجة عليك كل حاجة لانه ما ينفعش نبقى احنا عامنين حظر 11 ساعة بالليل عشان الناس ما تلمس بعض وما تقربش من بعض وما تختلطش مع بعض ويبقى بالنهار الصورة كده الصورة كده بتاعت الفيديو بتاعت المترو اللي حوالي هلكم دلوقتي سردين علبة سردين علبة سردين محتوطة حتقولولي يا تامر ايه يعني ما نروحش ما احنا بنجري عشان نلحن نروح بيوتنا قبل الحظر يا جماعة ما هو ده مش حظر امني يعني هي القصة مش ان احنا نتلخبط مع بعض ونلزق في بعض براحتنا وبعدين قبل الساعة سبعة كذا عشان امنيا ده حظر صحي حظر صحي معناه ان فيش تراتات صحية هي اللي احنا عايزين نوصل لها فلو ما تحققتش يبقى منوش لازمة فانا يا فرحتي وانت قاعد بالليل في البيت لكن بالنهار ملزق كده مع الناس عربية المترو فيها خمسين نفر بصوا حضر لكم الصورة بصوا على باك الصورة ايه ده بقى المنظر ده جماعة واحنا عاملين حظر عشان تعمله كده في نفسك وقبل الحظر لا نفتح الحظر بقى وخلاص يبقى سدح مدح وخلاص يعني اللي شايف عربية المترو كده واقف هو على رسيف المحطة وشايف المترو كده ازاي يجيله قلب انه يمد رجله ويخش قالوا لابسين كمامات يا ولا يا ولا شوف النباهة ما احنا قلنا خمسين مرة الكمامة مايلبسهاش الا المصاب الكمامة مايلبسهاش الا اللي بعد الشر مصاب بالفيروس لكن الكمامة ما بتحمكش من الاصابة بالفيروس لانه بيكتيجي من لمس فشوف حضرتك اللي لابس كمامة لامس كام واحد في الفيديو ده لامس كام واحد في العربية بص المنظر كل واحد كل واحد ملموس على الاقل من خمسة ستة حواليه واحدة واي يعني كبير سن حطت الجردان على بقه والتاني ورا مش عاد بيعمل ايه والتاني يعني يا جماعة طب هو ايه الحكمة والبين اللي فاقي بيصور بتصور ايه يعمل حاج بتصور ايه يعمل حاج سيلفي مع كورونا حاجة حاجة صعبة اوية اوية